السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي حبيت اليوم فقط ندير توضيح لهذا المنشور اللي راهوا أمامكم هذا المنشور روجه من وزارة المالية محطوط فيه أنه ترسيم وإدماج كل دفعة الأولى ابتداء من 1 نوفمبر 2020 لكن وزارة المالية بعد التوضيح قالت أنه التاريخ الموضوع له راهوا فيه خطأ حيث أنه مفروض أنها الدفعة الأولى اللي كمنت 8 سنين امتداء من 1 نوفمبر 2019 والمنشور أو الإرسالية لكم فهمتوها بالخطأ أنه رح يتم الترسيم في 1 نوفمبر 2020 فقط حبيت نعطيكم التوضيح وكما يقولوا فرحة ما تمت إن شاء الله نسلناه الجديد دايما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر